السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على شيئين مهمين وهم القدرة الفعالة ومعامل القدرة وأيضا سنتعرف على تأثير معامل القدرة على شدة الطيار كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل روابط الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدون في وصف هذا الفيديو أو نهايته لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح كما تعرفنا في الحلقة الماضية القدرة الفعالة هي أحد الأشكال الثلاثة للقدرة الكهربائية لأجهزة الطيار المتردد نرمز لعب الحرف بي ووحدته هي الوضع لندخل مباشرة في المتالين للشرح والدراسة القدرة وهذه المتالين سيستمران معنا في دراسة القدرة الكهربائية لحلقتين مقبلتين إن شاء الله لدينا هنا مصباحين المصباح الأول هو مصباح تنغسطين عادي والمصباح الثاني هو مصباح ليد البيانات التي تتوفر لدينا على المصباحين هي الجود الإسمي يعني 220 فولت والقدرة الكهربائية بالواط المصباحين متساويين بحيث القدرة يعني قدرة المصباح تنغسطين هنا هي 40 واط وقدرة مصباح الليد هي 40 واط أيضا حسن جدا القدرة التي تضعها الشركات المصنعة هنا هي القدرة الفعالة يعني الرمز بي ووحدته هي الوضع هذه القيمة للقدرة الفعالة 40 واط كيف توصلت إليها الشركات المصنعة؟ توصلت إليها عن طريق حساب القدرة الفعالة عبر علاقة القدرة الفعالة والتي هي القدرة الفعالة بي تساوي الجود الإسمي بالفولت في شدة تيار جهاز بالأمبير في معامل القدرة كوسينيس في أنتم تلاحظون الآن أن شدة تيار جهاز أو المصباح ومعامل القدرة مهمان في حساب القدرة الفعالة ونحن لكي نستطيع حساب هذه القدرة والتحقق من هذه القيمة 40 واط إلى الآن لا نعرف قيم هذين العنصرين أن شدة تيار ومعامل القدرة يعني لو كان عنصر واحد غير معروف لدينا لقمنا بحسابه بسهولة لكن عدم تواجد عنصرين في العلاقة يصعب علينا الأمر كثيرا هناك حلين لنا في هذه المشكلة الحل الأول هو تشغيل المصباح وقياس شدة تيار المصباح وستنتعرف على قيمة الأمبير وبعدها سنحسب معامل القدرة الذي يساوي القدرة الكاربائية الفعالة مقسومة على الجهد في شدة التيار حتى نتعرف على كل عناصر القدرة الفعالة الحل الثاني هو الرجوع إلى لوحة أو جدوى البيانات المصباح للبحث عن الأمبير أو معامل القدرة صراحة هناك عدة حلول متاحة للتعرف على معامل القدرة وشدة التيار لكن لمعرفتها يجب علينا التعرف على بعض الأشياء سنشاهدها لاحقا هو في الغالب يجب على كل الشركات التي تصنع الأجهزة الكاربائية أن يضعوا على لوحة البيانات كل العناصر ومن بينها معامل القدرة إذا كان أقل من واحد كما تلاحظون هنا شركة هذا المنتج الكاربائي تضع لنا قدرة فعالة وشدة التيار ومعامل القدرة لتسهيل كل العمليات الحسابية للقدرة الفعالة والغير فعالة والظاهرية لكن على العموم لا يوجد توحيد للمعايير هذه أكبر مشكلة وجودنا في الكاربائي وهنا قد نجد مصابيح أو أجهزة ببياناتك في الحساب القدرة وهنا سنرجع إلى جدول من اللجنة الكهروتقانية الدولية يوضح لنا قيم معامل القدرة حسب أنواع الأحمال وهذا الجدول تم التوصل إليه عبر تجارب عديدة سنجاهدها قريبا إن شاء الله في نفس هذه السلسلة من الحلقات المهم من كل هذا بالاعتماد على معلومات هذا الجدول نجد أن مصابيح التنغسين العادية يكون معامل القدرة فيها هو واحد كوسينس في تساوي واحد أما مصابيح الليد يكون معامل القدرة لديها هو كوسينس في تساوي 0.7 حسن جدا الآن بقي لنا عنصر واحد غير معروف وهو شدة طيار لذلك سنقوم بعملية حسابية سهلة لكل مصباح حتى نتعرف على شدة طيار إذن شدة طيار مصابيح التنغسين تساوي القدرة الفعالة أي 40 واط مقصومة على الجود 120 فولت في معامل القدرة أي في واحد تساوي 0.18 أمبير إذن مصابيح التنغسين 40 واط يعمل بشدة طيار تساوي 0.18 أمبير سنقوم بنفس العملية مع مصابيح الليد القدرة الفعالة 40 واط مقصومة على الجود 120 فولت في معامل القدرة أي 0.7 تساوي 0.25 أمبير إذن مصابيح الليد 40 واط يعمل بشدة 0.25 أمبير وهكذا نكون قد انتهينا من التعرف على كل عناصر القدرة الفعالة لننطلق الآن في تحليلها لاحظوا جيدا هنا لدينا مصباحين لهما نفس القدرة الفعالة وهي 40 واط لكن هدينا مصباحين من نوعيتين مختلفتين الأول مصباح تنغسين والتاني مصباح الليد وهذا الاختلاف النوعية يؤدي أيضا إلى اختلاف معامل القدرة ومعامل قدرة مصباح تنغسين هو كوسينس في يساوي 1 أما معامل قدرة مصباح الليد كوسينس في يساوي 0.7 هذا الاختلاف في معامل القدرة يتسبب لنا في اختلاف في قيمة شدة الطيار يعني رغم أن المصباحين لهما نفس القدرة ونفس الجود يختلفان في قيمة شدة الطيار والسبب الرئيسي هنا هو معامل القدرة هنا تظهر لنا جليا أهمية معامل القدرة بشكل أكبر سأضيف أيضا شيء آخر كلما انخفض معامل القدرة ارتفعت قيمة شدة الطيار وكلما ارتفعت قيمة معامل القدرة واقتربت أو أصبحت تساوي 1 أي كوسينس في تساوي 1 انخفضت قيمة شدة الطيار التي سيسحبها الجهاز تذكروا هذا الاستنتاج جيدا لأنه مهم لنا فيما بعد معامل القدرة المنخفض يتسبب لنا في سحب شدة الطيار بالأمبير إضافية بالنسبة للقدرة الفعالة وهذا غير مرغوب فيه لا من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية التقنية أيضا بقي هناك شيء لا بد من توضيحه وهو كيفية حساب باقي عناصر علاقة القدرة الفعالة في حال ما إذا كان هناك عنصر واحد غير متواجد إذن لحساب القدرة الفعالة تساوي الجود في شدة الطيار في كوسينس في لحساب الجود سنستعمل علاقة الجود تساوي القدرة مقسومة على شدة الطيار في كوسينس في لحساب شدة الطيار سنستعمل علاقة شدة الطيار تساوي القدرة مقسومة على الجود في كوسينس في ولحساب معامل القدرة سنستعمل علاقة كوسينيس في تساوي القدرة مقصومة على جهد في شدة الطيار بالنسبة للأجهزة التي تعمل بثلاثة فاز أو تلاتية الأطوار كل ما علينا فعله هو إدخال جذر ثلاثة في كل هذه المعادلات الحسابية للقدرة الفعالة بهذه الطريقة أظن أنني سأكتفي بهذا القدر في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنشهد القدرة الكهربائية الغير فعالة مع نفس المثالين الذين شاهدناهما في هذه الحلقة وسنتعرف على طريقة حسابها وكيف سنكتشف سينيس في هناك عدة معلومات مهمة ستكون في الحلقة المقبلة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة